ورجل الدين الشيخ خالد الجندي اخذ طبعا احد علماء الازهر الشريف دكتور خالد سبع الخير واهلا بحضرتك ريفاندم اهلا يا سيد دينا وخالص العزاء لشعب مصر باكمله على هذا الحادث الغشوم الخسيس الذي تعرضت له مصر انا حسنا سنحايد بس يا دكتور خالد قبل ما تستكمل تعليق حضرتك قدامنا في الصورة مشاهدين ده الموقع الخاص باعتقد ان هو مجلس ان هو رئيس الوزراء وصل الى موقع الحادث لمتابعة الوضع الامني ومتابعة هذا الحادث وحنتأكد لحضرتكم كمان من وصول سيد شريف اسمعيل رئيس الوزراء اتفضلي دكتور خالد مع حضرتك يا فاند اكرر خالص العزاء والاسف لهذه المصيبة التي حدثت في مصر ولكن هذه المسائل متوقعة لان نحن في حالة حرب ويجب ان يعلم الجميع ان مصر تمر بحالة اسمها حالة حرب كاملة بالعكس هذه ليست حرب حدودية انها حرب في العمق المدني حرب في عمق مصر انها حرب تتخطى الحدود العسكرية والامنية داخل البلاد لضرب المدنيين وضرب مفاصل الدولة هذه محاولات متكررة لضرب مفاصل الدولة حاولوا الاقاع بين الجيش وبين مؤسسات الدولة ففشلوا حاولوا الاقاع بين وزارة الداخلية وبين المواطن ففشلوا في ذلك حاولوا الاقاع بين المسيحيين والمسلمين وفشلوا في ذلك هذه ضربات موجهة مقصودة لضرب مفاصل الدولة الثلاثة بكل ما اوتوا من قوة والحقيقة يعني انا من خلال من باركم في قناة المحور يا استاذ دينا احذر من امر خطير وهو ان العمل الارهابي تحول الى ما يسمى بالذئاب المنفردة او التسلط العنقودي وهذه ذئاب منتشرة وموجودة داخل المجتمع وداخل البلاد لها انتماءات مخربة وانتماءات عدائية لمصر بتتطلب من الجميع ان ينتقل المفهوم الامني من الامن الى المواطن العادي يجب ان يتحول الجميع الى امن يجب ان نتحول جميعا الى رجال شرطة يجب ان نتحول جميعا الى رجال داخلية صحيحي شخالد لان في انباء هي غير مؤكدة ولكن شهود العين بيقولوا ان في سيدة تركت شنطة وطلعت فبالتالي لو كان تم الابلاغ عنها اعتقد ان كان ممكن تلافي الكثير والكثير لا شك ان الحقيقة المنظور او التراخي الامني في هذه القضية واضح بشكل لا يخفى على الاباء والفاهمين للأسف الشديد لانه التكرار تجربة حادثة القدسين من عدة سنوات امر كان هو هو السيناريو يعني انا مش عارف اقول ايه هو هو السيناريو بالضبط الذي حدث في كنيسة القدسين في الاسكندرية نفس الشيء نفس السيناريو نفس الاسطوب نفس الطريقة نفس الاستهداف طب احنا ناخد درس يا جماعة مش معقولة يعني لا يلدغوا مؤمن من جحر مرتين ده احنا بنصبت احنا في حالة من حالات التغفيل الامني يعني لا يمكن ان يوصر عموما انا عاوز اقول انه يجب ان الهاشتاج على كل مواقع الفيسبوك وكل المواقع دلوقتي يكون الكفار يحاربونا مصر ده يكون شعرنا كلنا دلوقتي الكفار يحاربونا مصر الكفار يحاربونا مصر بيه كفار يحاربونا بيحاربوا بلدنا بان لا حيخلوا لمسلم ولا مسيحي لا حيخلوا لمؤمن ولا كافر لا حيخلوا مواطن ولا كبير ولا صغير ولا طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا ابن ولا اي شيء الكفار يحاربونا مصر الكفار اعلنوا الحرب على مصر هل احنا قد التحدي ولا مش قد التحدي هل هنقدر ان احنا نكمل بناء الدولة الحديثة ولا مش هنقدر هو ده السؤال الموجه لكل مواطن هنقدر نتماسك ولا مش هنقدر نتماسك لابد من دفع ضريبة من الضحايا من الجانبين من كل انسان مصري كل انسان مصري هدف كل انسان مصري دلوقتي هدف لهذه الذئاب الكريهة المنفردة التي لا تؤمن لا بدين ولا بملة ولا بمنهج ولا باسلوب ولا بطريقة الا اثالة الدماء و الا نشر الضعر و الا و دي كانت الحقيقة الرسالة الموجهة من السيد الرئيس لجميع افراد الشعب بنقول يا جماعة خدوا بالكم هناك محاولات لنشر الضعر بين المواطنين هناك محاولات لنشر الخوف في قلب المواطن هو دورة التحدي اللي لازم نقبله تمام انا باشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ خالد الجندي الدعاية الاسلامي شكرا جزيلا لحضرتك